وقوم عن ابن الإنسان الله معكم عبر صفحة المخرج جزيف معتو أصاف بسلسلة هالمواضيع بعنوان حملني صليبك ونحن على مشارف القيام المجيدي المسيح القائم من بين الأموات الكلمة الأخيرة لمن؟ هذا عنوان اللقاء نحن وياكم اليوم بخاتمة لقاءات هالزمن الصوم اللي كنا عم نتابعه حلقة ورحلة بالطبع اللقاءات السابعة كانت بتنوع مواضيعه ومحوره اللقاء بيسوع على خطاب ترس بولوس يوحنى إلى جانب بعض المسائل مثل العيلة الصلاة التأمل القيام ومواضيع تختص بأخلاقيات الحياة والأخوة الإنسانية إلى آخرية يعني خاتمة هالسلسلة هي الكلمة الأخيرة لمن؟ نحن كمؤمنات ومؤمنين جوابنا البديهة الكلمة للرب بالأول وبالآخر لأنه الله هو الكلمة إذا رجعنا للكتاب المقدس منشوف انداش الله هو هالكلمة وكيف هالكلمة دخلت بحياتنا ورفقتنا وخلصتنا وخلصتنا بهالقيام المسيح اللي انتفض على الموت والقيامة لحتى يشركنا بمجد ايامته ونكون من عداد المخلصين فإذا الله بتكلم معنا تكلم معنا من البداية من البداية الكون وبابنه يسوع المسيح ولا يزال يتكلم معنا كمانا بعمل الروح الأدوس فينا إذا نفتح الكتاب المقدس بالعهد الجديد انجيل يوحنى بتركز هالمعدمة الليهوتية على الله الكلمة يقول في البدء كان الكلمة والكلمة كان لدى الله والكلمة هو الله باختصار مقتضب هيدا جوابنا الكلمة الأخيرة لمن وأول كلمة قال الرب ببداية الكون وقت اللي خلق السماء والأرض برواية الخلق بسفر التكوين كان يقول الله ليكن نور فكان نور وكل يوم من خلال الخلق المتتالي للمخلوقات للحيوانات للطبيعة لفصل المياه عن البر إلى آخره كان دايما بكلمته تتحقق هالأمور كلها سوا ولكن حس ربنا انه اذا كان هو الكلمة بده يتشاطر او يتواصل فيها مع حدا هوني قال لنصنع الانسان على صورتنا ومثالنا يعني الله أراد من خلال خلق الانسان يكون التواصل مع محاور من على صورته على مثاله مشان هاك خلق الله الانسان على صورته مثاله فإذا صرنا نحن مع هالكلمة بحوار بيبدأ من عنده الرب وبيجواب من عنده الانسان بتصفح الكتاب المقدس بالعهدين الأديم والجديد بالعهد الأديم خطبنا الله يعني ما فينا نذكر كل شيء ولكن نذكر بعض نماذج حكينا مع إبراهيم أب المؤمنين مع موسى مع الآباء مع الملوك مع الأنبياء وأكيد بملء الزمن مثلنا بيقول الكتاب المقدس كلمنا بابنه الوحيد يسوع المسيح يسوع كلمة الله لإلنا مدشا في العهد الجديد انتقال من العهد القديم إلى العهد الجديد فإذا هالتواصل بين ربنا من خلال بقلب العهد الأديم بأشكاله متنوعة مثلا إذا بناخد مشهد إبراهيم اللي قال له أترك أرضك وعشيرتك إلى البلاد التي أريك كان عن يتدخل أو عن يتواصل معه بأشكال بحضور معين يعني مثلا ملاك الرب وتلبي يقول ملاك الرب يعني الله عم بيحكي بواسط هالمرسل اللي هو الملاك من هيك بشروا مثلا لإبراهيم كان صار كبير بالعمر هو وزوجته سارة بشروا أنه بده يخلق من عندك ابن يكون هو نسل من خلاله لأنه كان أول شي مع إسماعيل ابن الأمة إلى آخره لا قال له ابن الوعد هو رح يكون إسحاق كان فإذا في محطات بهالتواصل بهالحوار بين الله والإنسان ومنشوفه حتى مع إبراهيم لأنه عم نعطي هالأمثال شوف كيف ربنا عم بيخاطب عم بيحكي هالكلمة هاي منشوفه أنه مثلا عم بيقوله من بعد ما ولد إسحاق قال له بدي إياك تقدمني إياه زبيحة شغلة منهينة ما إبراهيم ليش منسميه أبا المؤمنين رغم هيدا وكله كان عنده هالطاعة للإيمان وراح بده يقدم الزبيحة ولكن الرب أكيد ما كانش هالشي بده كان عن يختبر عن يمتحن إيمانه عن يمتحن تفاعل كلمته بقلب إبراهيم إبراهيم أبا المؤمنين ومشين هيك يفتدى بالكبش اللي كان حد منه بالعلايقة لحتى يكون هو الزبيحة مش إسحاق فإذن هيدا نموزج من كلام الرب نموزج تاني مع موسى أم نحط بعض المحطات الكبيرة في كتير إشياء مراحل مع موسى مثلا وقت اللي ظهر له بالعلايقة اللي عم تحترق اللي عم تشتعل بدون ما تحترق يعني كعلايقة ليش علامة حضور هالنور الوهاج الله عم بيخاطب موسى وعم بيقوله أنه أنت إلك رسالة إلك دعوة أنت بدك تاخد طريق خلاص الشعب من عبودية فرعون والأراضي المصرية لحتى توصلهم إلى أرض المعاد يعني وعد الرب اللي عم بينظر لشعبه كان عم بيطلع شو عم بيعاني كان عم بيدخل بالتاريخ كان عم بيخاطب من خلال اللي اختارهم لحتى يقدروا يجستوا تواصلوا وكلمتوا بقلب حياة الشعب وهيك نعرف نحنا كيف موسى من خلال كيف صارت وبعدين العبور إلى سينة لحتى يوصل وبعدين مع يشوع من سراخ إلى أرض المعاد نموذج من الأنبية أشعي النبي مثلا أشعي النبي نتذكر المشهد بقلب الهيكل وقت اللي بيجي الرب بواسط الملك بعدنا عم نحكي عن الملك بتدخله عم بيحط جمرة على شفافه لأشعية تيطهر كل كلمة نحن بلقل ديس نقول افتح يا رب أفواهنا نقي ضمائرنا قدس كلامنا فإذن من هالمعنى هيدا أشعي النبي لحتى يحكي كلمة الله اللي وصله إياها الله الخالق بواسطة الملك بده يكون بهالنقاوة بيكون بهالعلاقة الوسيئة مع الله لحتى يقدر ينقل بأمانة هالكلمة للشعب وبعطي بعد واحد متى الأخير بالنسبة للعهد الأديم مع إليا إليا انتظر الرب بأمور كتير ولكن حسته من خلال النسيم العليل اللي شعر فيه بحضور الرب بحياته وعرف كيف ربنا بيدخل بحياة الإنسان لا يعيش معه بهالحب بهالتواصل الأريب بهالعناية الكبيرة بشعبه وأكيد في مراجع أخرى كتير مش رح نذكرها كلها بس من علامات تكخف خط مخاطبة الرب وقالت لي بيحكوا مثلا عمود النار أو الغمام أو إلى آخر نوصل للعهد الجديد مع المسيح يسوع المسيح ابن الله الذي تجسده يعني صار إنسانا من أجلنا ربنا خاطب أول بواسطة الأباء والبلوك والأنبياء وإلى آخره ولكن شايف أنه البشرية بحاجة إلى أكتر من هيك بشان هيك بعت لنا ابنه الوحيد يسوع المسيح وهي فينا سميها أهم محطة بها الحوار بين الله والإنسان الكلمة صار جسدا وسكنا بيننا بقلبها السياق هيدا مع المسيح مع تلميزه الرسل بحيط الكنيسة الأولى فإذا عبر التاريخ والأجيال كلبة الله مستمرة من خلال الإنجليين الأربعة وأعمال الرسل عم نحكي العهد الجديد والرسائل مربولوس ويعقوب وبطرس ويحنى ويهوذة فإذا اكتملت عم بتكمل هالمشوار الحواري الكلمة بين الله وشعبه بين الشعب وربه ومن بعد هالكتب المؤدسة اللي نحنا هي ركيزة إيماننا ومنرجع لها دايما إن كمانا في كتابات الأباء وهذا منسميه التقليد بقلب الكنيسة التقليد الرسولي التقليد الكنسي مع الأباء الليهوتيين كبار يعني وما أكترهم منسمي هيك على سبيل المثل مثلا المر أغسطينوس بسميه من الفين للبيعة مارفريم السرياني الأنطاقي اللي مشهور بشرح الكتاب المؤدس دياتي السرون كلمة الله وأن يشيده للعذرة مريم وبيسموه كننارة الروح والأدوس يحن فم الزهب أطلق عليه فم الزهب لأنه كان عن يعلن كلمة الله وعن يشرحها وعن يوصلها للناس فإذن كتيرين من الأباء فهموا الكلمة شرحوا الكلمة وأعلنوها لأنه كلمة الله هي للإعلان للتبشير وما بعد أنه ما بدنا ننسى بعد الآباء في عنا المجامع بقلب الكنيسة هالكنيسة اللي تكونت من مسؤولين رعاة كينصر فيه تجتمع من حين إلى آخر لحتى تتشاور لحتى تنظر لحتى تحدد لحتى توضح وتحدد عقائد إيمانية تعمل مجامع مسكونية تعمل سينودوسات حول مواضيع محددة تكتب وتوصل بالوثائق الحبرية والإرشادات الرسولية كلمة الله من خلالها الإصدارات التي كانت تعطية فإذن فيه تكامل وتواصل عبر التاريخ من الأديم للمسيح نحن بالعهد الجديد الذي يستمر وعمل الروح اللي عم بيشتغل فينا بدي يعطي مثل بالمرحلة اللي نحن عم نعيشها نحن من خلاله بدي يعطي مثل قريب مش كتير بعيد يعني هالإرشادات الرسولية اللي أصدرها أصدرها الباباويت راح بتوقف على إرشادين وعلى رسالة أول واحد هو منه الأول بالإرشادات بس بهالموضوع اللي عم نحكيه كلمة الرب كلمة الرب لأصدر البابا بنيديكتوس السادس عشر سنة الألفان وعشرة بعد سينودوس كان صار ألفان وثمانية بعد كل سينودوس في إرشاد رسولة بينقل خلاصة هالمنقشات والتوصيات والقرارات فإذا كان عنوانه كلمة الرب هيدا إرشاد كتير مهم وعميء بيركز حول كلمة الرب أصلا عنوانه كلمة الرب والإرشاد التاني مع البابا فرانسيس قديسة البابا فرانسيس بالألفان وثلاثة عش بعده ما صار له زمان بابا طلع لنا إرشاد فرح الإنجيل وبعد منه مش من سنتين يعني بالألفان وثلاثة عش طلع إرادة رسولية تحتى يحدد أو تحتى يركز على كلمة الله عين وطلب أنه بكل الكنيسة لأحد الثالث كل سنة أحد الثالث من شهر كنون الثاني يكون أحد كلمة الله يوم الرب تتكون متمحور أحد كلمة الله لحما توقف باختصار حول كل وحدة من هال هالمراجع الثلاثة وهيكي بنختم لقاءنا حوله أول شي كلمة الرب يعني هالإرشاد اللي طلع عم من البابا بين ديكتوس السالس عشر هالإرشاد لنا في قلبه ثلاث أقسام كبار الاسم الأول عنوانه كلمة الله الله يتكلم كنا عن نحكي نحن كيف بالكتاب المقدس كيف يتدخل إلى آخره هالرشاد بهالفصل الاسم الأول بيوضح مجموعة مبادئ وعقائد لهوتية ويتعمق فيها كانت مدار منقشة بين أباء السينودوس وعملها مثل خلاصة أخرجها بطريقته معروف عن البابا بين ديكتوس بيقوله الواحد بيحب يسمعه نظر لعمقه وكان استزليهوت أصلا قبل ما يكون ومسؤول عن العقيدة الإيمان راتسينجر قبل ما يصير البابا بين ديكتوس السالس عشر فإذا باختصار الله بعرف عن ذاته هوني كمانا بقلبه الارشاد بعرف عن ذاته بالحوار مع الإنسان الله محاور منه بعيد الله معنا الله قريب مننا الله بتواصل وبحوار دائم معنا ومتل ما هو بياخد المبادرة ما الإنسان كمان بيتفاعل وهوني الإنسان يتجاوب مع كلام الله يتجاوب بطريقة أكيد بتمنى تكون دايما إيجابية وبالتالي منفهم كلمة الله ومنقرأ الكتاب المقدس على ضوء الروح القدس نحن نؤمن بالله الآب والإبن والروح ثلاثة عم بيحكونا ثلاثة بأقانيم سلاسة أقانيم إله واحد في سلاسة أقانيم الله الله الواحد مش إن هكي فإذن الآب يدوره الأب يتجسده أعمال الروح القدس كيف حل على التلاميذ بالعلية بالعنصرة ولا يزال يعمل بالكنيسة فعزنا على هذه الروح القدس نحن كمان كلمة الرب منفهمها أكتر توضح لقلنا أكتر تحتى نحن نقدر نعيش ونقدر نوصل كمان للناس هذا الاسم الأول بالإرشاد تبع كلمة الرب الاسم الثاني بتناول كلمة الرب بقلب الكنيسة يعني عبر حياة الكنيسة عبر الليتروجية الليتروجية كمكان مميز لكلام الرب كلنا نشوف نحن بالإدراس الإلهي بالرتب بالمناسبات الدينية دائما في قراءات وحتى الصلوات والتراتيل وإلى آخره كلها تتضمن تركيز وتأمل ومشاركة حول كلمة الرب وأكيد هيدا بيجي نتيجة إصغاء لكلام الرب وهالكلمة اللي يعني عيشها بقلب الكنيسة والإصغاء لأله لحتى نفهمها ونهضمها ونهضمها مزبوط من الآخر كمانا نحن قلنا دور قلنا رسالة طالما عن نتجاوب مع كلمة الله مع كلمة الرب هي في عنا بدنا نوصل هالكلمة وهون بتتنوع الأسليب في عنا مثلا التنشئة في عنا عيش الجماعات والتجمعات الكنسية ونحن ونحن بأيامنا ما في أفضل من وسائل التواصل الاجتماعي كمانا خاصة بزمن الكورونا وغيره وقت الإنسان مش قادر برغم التباعد أنه يتواصل عن قرب ولكن عبر هالوسائل التواصل الاجتماعي قادرين كمانا يكون بخدمة كلمة الرب ونقدر نوصلها لكل إنسان بدل ما نتلاها بتعليقات على اليمين وعلى الشمال ما بتليق بكرامة الإنسان والأسم التالت بهالإرشاد كلمة الرب للبابا بنيديكتوس السادس عشر هو بيركز أكتر مثل ما الله حكي مع الإنسان مثل ما الله حكي مع الكنيسة عم بيحكي كمانا للعالم فإذن رسالة الكنيسة ورعاة الكنيسة وأبناء الكنيسة هي برسالة الكنيسة مرسلة يعني الكنيسة مدعوة إلى التبشير إلى إعلان كلمة الله للتركيز والتضوية على فعالية كلمة الرب عبر عيشة لها الكلمة واللي فينا نختصرها بالمحبة القديس أغسطينوس بيقول أحبب وفعل ما تشاء لأنه اللي بيحب ما بيقزي اللي بيحب بيقدر يعيش مع كلمة ربنا اللي عم بيستوحية من هالكلمة اللي تعلقت على الصليب لحتى تفتدينا مجانا بحب لا محدود بحب فينا نسميه مجنون إلى أقصى الحدود طي خلصنا ويفتدينا وأكيد مش رح نضل لأنه بالنهية هالصليب هو طريق المجد رح يوصل للقيامة يسوع القائم من بين الأموات علامة الانتصار علامة انتصار كلمة الله علامة الانتصار على الموت علامة الانتصار على الخطيئة فإذا القيامة بكل أبعادها تتشمل كل إنسان يؤمن بالرب وبيتبنى كلمة الله وبيعيشها كل فئة الشعب صغار كبار أي نوع أهمية كلمة الرب مهمة كتير بحياتنا وموصلها للعالم وبالوقت زيته كمان منحكي بعصرنا بحوار الأديان إنه كلمة ربنا بتشجعنا على التواصل مع الأديان الآخرين مع احترام العقائد لكل دين بهالمجال ولكن نحن نحكي كمؤمنين بكلام الرب فإذا نحن نحاور انطلاقا من هالحال اللي منعيشها بتفاعلنا مع كلمة الله النموذج الثاني إذا حكينا عن الإرشاد مع البابا بنيديكتوس السادس عشر نموذج الثاني فرح الإنجيل مع عديسة البابا فرانسيس هون كمان بياختصار مش رح طول بيقول عديسة البابا بهالإرشاد بيعالج هاي بالمؤدمة خاصة بيقول بيعالج بعض المواضيع المرتبطة بالتبشير بالإنجيل يعني هالكلمة اللي عم نعلنها فيه أمور كيف بتصادفنا بالحياة كيف فينا نحنا نعزز هالبشارة وإيصال كلمة الله للناس موضوع مثلا إصلاح الكنيسة المنطلقة إلى الرسالة إصلاح الكنيسة يعني حجرا بشرا ونعطوس البشر والقائمين القيمين على هالرسالة المسؤولين وكل شعب الله لأنه بالنهي كل معمد كل ما اتطول سر العماد مسح بالميرون أصبح ابن روحي بالكنيسة هو مؤتمن على هالكلمة ومدعوه لحتى ينطلق لرسالته بالموع اللي هو فيه الرسالة مش ضرورة نروح على آخر أبعاد الدنيا بنبلش بحالنا ببيتنا بعيلتنا برعيتنا ببلدنا بمجتمعنا وقد ما ربنا بيعطينا وزنات أو الدعوات الخاصة بقلب حياتنا لحتى هالكنيسة تكون عاون توصل هالرسالة كلمة الله هذا موضوع توقف عليه مني عدسة البابا وكمان بينتقل لناحية تانية تحتى يقول بقلب هالانطلاق بعالم الرسالة فيه تجارب تجارب اللي عم بيشتغله بحق للعمل الرعاوي ما ننسى نحن صحيح خلقنا على صورة الله ومثاله ولكن نحن بشر نحن منقالها نحن منتقدس بالرب والرب بالتجسد وبالقيامة جاء لحتى إجل لقلنا لحتى نحن نصير معه فإذا بس بمسيرتنا على الأرض فيه صعوبات أحيانا فيه تجارب نخضع لقل هون قديسة البابا بتوقف عليها لحتى يكون الإنسان بأتم وأفضل استعداد لإعلان هالكلمة كلمة الرب تالت موضوع معالجه كمان هو مفهوم الكنيسة الكنيسة يعني شعب الله يعني الجماعة ولكن هذي اللي مميزة هذي جماعة مش بس يا حبيبي يعني نعيش المحبة وهذا شيء أساسي وضروري ولكن كمان عم بتجسد كلمة الله بحياتها وتبشر الإنجيل بين أفرادها وبجماعاتها بمؤسساتها ولكن كمان بحضورها بقلب العالم الموضوع اللي بعد منه بيذكروا للبابا وكتير ركز عليه هو العزة لوعز بالكنيسة أهمية لوعز أهمية تحضيره وشو عم نوعز نوعز كلمة الله ما منوعز غير كلمة الله ونحنا بظروف يمكن أحيانا بصير معرضين شوية لحتى نضطر لموضيع ما لها علي أو ما ما لازم تنقل عن المدبح بهالموضوع كلمة الله بتوصل تأمل فيها منخلي الناس لحتى تشغل قلة مظبوط بهالشي غير ومضيع تنحك خارج الكنيسة بهالشي يعطيها تقريبا شيء خمستعشر مقطع ريس البابا للتركيز على العزة وأهميتها وتحضيرها وتكون مختصرة ما تكون كتير طويلة تضل الإنسان مركز بالإصغاء ما يشرد وما ينتبه كفية لكلمة الله وشرح لهالكلمة موضوع آخر كمان بيعالجه البعد الاجتماعي هالإنجيل ما أنه هيك مجرد كتاب هنا في تفاعل معه بقلب المجتمع والمين عم بيوصل والوين عم بيوصل حبرية البابا فرانسيس بيركز كتير يذهبوا إلى الضواحي لحتى كل إنسان وبنوعه خصوصي هالإنسان المتألم أو الإنسان المهمش هالإنسان اللي بالمجتمع البشري ما بيطلعوا فيه مثل الأعمى أريحة لو ما يصرخ والمسيح يدعي كانوا الناس نبزينه أو الأبرص أو المنزوفة فإذن هون هالبعد الاجتماعي مهم كتير بمجتمعنا خاصة إنه قدسة البابا فرانسيس جاي من خلفية من أمريكا الليتينية على عيش مع هالجماعات هايدي برجع كمان بينتقل بالمعالجة المواضيع هالمساهمة بتبشير الإنجيل شو دور الحوار وشو دور أجواء السلام اللي بتساعد يعني الإنسان بده يحاور بده يحاور من منطلق مع شخص تاني أو مع جماعة أم بتحاور معه على مستوى إنساني ولكن على مستوى راقي على مستوى نقدر نفهم على بعض من البعض بأجواء بتشجع إننا نتابع هالحوار بسلام بطمأنينة وبارتياح نكون مرتاحين لبعض من البعض يعني عايش هالأخوة الإنسانية وبعدين بعالج كمان آخر شي قديسة البابا بقلب هالرشاد أكيد فرح الإنجيل هالحوافز الروحية الحوافز الروحية لمهمة الكنيسة بالتبشير الحوافز يعني البواعث الموتيفاسيون لكيف الكنيسة المرسلة بالعالم تنطلق تكون انطلق بزخم بشجاعة خلاقة تحتى توصل كلمة الله بوسائل متنوعة ولكن المهم برجع بقول انه تحمل هالهم تحمل هالرسالة هي أمينة الله أوكلة ونحن هالكنيسة برجا تكون على صورة الوكيل الأمين الحكيم الذي أقامه سيده على بني بيته فإذا هيدا باختصار كتير شديد بفرح الإنجيل وكلمة الله بالنهية طالما عم نحكي كلمة الرب وفرح الإنجيل هي نبع فرح مصدر سلام لكل إنسان لأنه باللقاء مع الرب فيها الحب بالتواصل بيننا وبين الخالق وربنا حدنا عطول عم بيرفقنا وسمى حاله عم نؤيل إلهنا معنا لحتى يكون رفيق دربنا بالحياة حتى الصليب لحتى يخلصنا ويوصلنا إلى القيامة النقطة المرجعة الثالث والأخير اللي عن نقول إنه يكون هيكي نموذج من بين عيش كلمة الله هو هالرسالة الحبرية بشكل براءة بابوية البابا فرنسيز أصدرها بـ 30 أيلون من سنة 19 يعني كان وقتها عيد لديس سان جيروم تحت عنوين هالرسالة فتح أذهانهم هالي مأخوري من تلميذية عم ماوس وقال كانوا المسيح قام للموت هن بعد المشعر فين كفية حقيقة هالأيامة كانوا يعني يمشوا مع بعضهم وعم بيتشاور وزعلانين حزنانين انه هالمسيح اللي عشنا نحن وياه على مدى 3 سنوات بالتبشير ويجو للمدن والقرى لحتى يعلن يوصل اقل اقتوبه فقد اقترب ملكوت السماء فإذا هون الأديست البابا أخذ هالمشهد من تلميذية عم ماوس وقال انه هيدا بدنا نحطه بتصرف نحن كنيستنا كمان بها المسيرة مثل تلميذ عم ماوس لحتى تفهم تنفتح ازهاننا لحتى نفهم الكلمة انطلق منها لحتى نقول احد كلمة الله يعين احد كلمة الله مثل ما ذكرنا انه الاحد التالت من شهر كنون التاني من كل سنة من كل سنة مش بس مرة من كل سنة احد كلمة الله متوافق كمان هي هالاختيار هالتاريخ مع اسبوع الصلاة من اجل وحدة المسيحيين انه كلمة الله للكل المسيحيين جزقوا بالانشقاطات وبالهارطاءات فلزلك اهمية هالكمان هالاعلان هيدا يوم الرب هو اليوم الاحتفالي عن احد كلمة الله المكرس للتأمل بكلمة الله واعلانها مكرس للكتاب المقدس يعني لحتى نضل دايما على صلة على صلة مستمرة وثابتة مع هالكلمة اللي هي كلمة نور وحق وحياة الله ما بيتعب دايما بيتوجه لقلنا بتوجه للكنيسة عروسته الانسان مدعو كمان بيدوره لحتى ما يتعب ويكون عن يواصل هالتأمل بكلمة الله بحياته واشكال التأمل وحيش الصلاة وكلمة الله بامور كتير متنوعة بينهاره بليله بنومه بشغله بعلاقته مع الناس باحاديثه بكل اللقاءات فإذن هالصلة بكل الحياة ما بتستسني ناحية من حياتنا وهون بيأكد لنا قديسة البابا وبشجعنا أنه نحن دايما بحاجة بحاجة دايما طارقة لحتى تكون صلطنا مع الكتب المؤدسة مع القائم يسوع المسيح القائم من بين الأموات فإذن صلة مألوفة وحميمة مع يسوع المسيح كلمة الله للبشر فإذن في نوع من دعوة إلى الثقة الثقة بالكتابات المؤدسة وإلا لا سمح الله بيبقى القلب بارد والعيون مغمضة وكأنه مصاب بأشكال متعددة من العمى لأ ربنا وأديس البابا من خلال الرسالة هم يدعينا تفتح عيوننا نفتح قلبنا نفتح أزهاننا والاحتفال بيذكرنا ساعتها بهيك التركيز بهال فاهم لكلمة الله لأعلانة وتشجيع تشجيع لقراءة الكتاب المقدس بالحياة اليومية يعني نحن كمؤمنات من كل يوم مدعوين نقرأ بالكتاب المقدس مقطع صغير كبير نكرس وقت نعطيه لحتى الكلمة الله لأنه بلنها نعم نقول هي كل شيء بحياتنا من الأول للأخير فإذا معناتها يعني الكتاب المقدس ما أنه مجرد ورطة ميراث مأخود أو مجموعة كتب منحطة بالمكتبة من زينا بأحلى غلاف أو شيء من هالنوع موجودة لحتى نفتحها نقرية نتأمل فيها هذه صارت ملكنا هي ملك للشعب المدعوطة يعرف نفسه ويعرف الكلمة الله مظبوط لأنه كمانا هذه بتوحدنا الكتاب المقدس الكتاب المقدس بيوحد المؤمنين يعني بيجعل مننا جماعة شعب جماعة الكنيسة بهالسيق فإذا معناتها التكريس هالكتاب 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 القراءة ده الكتاب المقدس وقت اللي مكون عم نتوقف للصلاة والتأمل بهالنص المقدس معناتها في خطاب مخاطبة في حوار عنه عنه تواصل نحنا وربنا ولكن كمان من خلاله نقدر نوصل لأخوتنا البشر بهدف تعبير عن ما هو أساسي أنه نحنا كلمة الله إلى نتيجة إلى ثمار نقدر نعيشها فإذا هذا الاحتفال بكلمة ربنا هو قراءة أصغاء فهم مش بس دراسة دراسة مهمة مش نفهم أكتر بس لحتى تكون مربوطة بواقع الحياة الإنسانية وبيختم أديسة البابا بهالرسالة هاي دي بيقول أنه أحد كلمة الله بيتمتع كمان بقيمة مسكونية لأنه الكتابات بالدل هي عن يصغوا إلى كلمة الله على الطريق اللي لازم نمشي فيها تنوصل إلى وحدة أصيلة ورسخة بيقولوا بالمؤمنين جميعا على تنوع العائلات الروحية الكنيسة بتشعباتها فإذن هالكلمة هي بتجمعها كل العائلات الروحية المسيحية عم تقرأ بالكتاب المقدس يعني معناته هون القيمة المسكنية بهالشي فإذن لتسليط الضوء على أهمية هالكلمة هاي نحن مدعوين لحتى دايما هيك نحتفل بهالكلمة ونحن بما أنه مجتمعنا اللبناني يعني مدعوين أكتر من غيرنا وخصوصا الكتاب المقدس يعني الوقت اللي بيحكي عن لبنان أكتر من سبعين مرة بيحكي نانو سبعين مرة بالمراجع الكتابية عم بيحكي فيه لأنه في نظرة لأله خاصة نظرة أرض مؤدسة نحن مدعوين نكون أمينين لهالشي هيدا لحتى كلمة الله تغلب بقلب مجتمعنا اللبناني ما نكون نبعد عنها وما تشرزمنا ما تقصمنا كلمة الله بتوحد ونرجع لأله ما ننصع إلى أصوات أخرى تبعدنا عن كلمة الله بدي أختم معكم هيك أحبائي بصلا من المزامير كلمتك مصباح لخطايا ونور لسبيلي يا رب عطينا من كلمتك نورنا بكلمتك مع ابنك يسوع بواسطة الروح الأدوس مع كل أخت وخي بمجتمعنا وبمكنيستنا لحتى كلمتك تكون محور حياتنا نقدر نعيشها مثل ما لازم ونقدر ننشرها مثل ما لازم تكون حقيقة أولادك أبنائك شعب الله آمين امت من القبر تسكن من قلوب وتعطي الحياة لكل الخليقة بنادي بنادي بإسمك تتبقى محبوب يسوع الخلاص وهو الحقيقة أمت من القبر تتسكن لقلوب وتعطي الحياة لكل الخليقة بنادي بإسمك تتبقى محبوب يسوع الخلاص وهو الحقيقة نوري القيامي يعطيني الحقيقة بفهم ألامك بحل صليمي تعلم إيماني بصرخة جيئة أنت إلهي وحدك نصيبي نوري 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 نوري